اشتركوا في القناة وهناك شيئا يفعله معظم المسلمين يسبب انتشار الشياطين في المنزل فالشياطين تألف الأماكن المستقدرة وتحب الأماكن النجسة وقد حذرنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من ترك باب الحمام مفتوحا لأنه بيت الجن والشيطان قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فيلجأ الإنسان إلى الله عز وجل ويستعيذ به من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث والخبيث مأوى الشياطين فنستعيذ بالله عز وجل منه حتى لا يصيبنا الخبث وهو الشر ولا الخبائث وهي النفوس الشريرة فإغلاق باب الحمام مع ذكر اسم الله عز وجل يمنع ما قد يكون فيه من الجن من دخول بقية غرف المنزل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم جيف الأبواب واذكر اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان لآخر كيف لك ممن هدي وكفي ووقي وإذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان أدركتم فقد وجدتم مبيتكم وعشاءكم فاللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته